قال حاكم منطقة بلغراد أن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عدة أهداف محمولة جواً في المنطقة الواقعة جنوب البلاد وأن شخصاً واحداً لقي أحد فهو آخر أصيب جراء ذلك وذكر حاكم المنطقة أن الأنظمة المضادة للطائرات أسقطت عدة أهداف محمولة جواً فوق منطقة بلغراد لدى اقترابها من المدينة وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدشفاع الجوي دمرت 13 صاروخاً فوق المنطقة كما وأعلنت الوزارة من جهة أخرى تدمير 32 مسيرة أوكرانية بالإجمال في منطقة بريانسك وكورسك وريل إلى شمال الحدود مع أوكرانيا وكذلك في منطقة موسكو